موسيقى موسيقى مسمي عبدالقادر بدي أسألكون على شهر رجب ما شو هي الفضاء الموجودة فيه عالم كثير بيحكوا أنه هي كلها بدعة فضيلة شهر رجب وفضيلة شهر الشعبان في حديث الله مبارك لنا في رجب وشعبين وبلغنا رمضان وهل هناك أدية مخصصة لشهر رجب؟ عبادة مخصصة أدعية أدعية يعني عبادات مخصصة لشهر رجب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شهر رجب من الأشهر الفضيلة وثابت هذا في الشرع طبعا الشهر الفضيل هو كل الأوقات يعني أنت تصنع الوقت فضيلا وأنت تصنع الوقت غير فضيل أنت بأعمالك بسلوكك بذكرك بطاعتك لما تكون من الزاكرين في تموز يعني بصير تموز شهر فضيل بالنسبة لك لأنك ذكرت الله واتصلت بالله لكن بهذا بشكل عام في كل الأوقات فلكن نحن بالنسبة لنا نحن عندنا في الإسلام أيام فضيلة مثل يوم الجمعة عندنا أشهر فضيلة مثل شهر رمضان ورجب عندنا يعني ذكريات عظيمة كما الله سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيامي الله كذكرى المولد الشريف عندنا الأعياد الدينية كالعيد الفطر وعيد الأضحى يوم عظيم جدا كيوم عرفة إلى آخره هذه الأيام وهذه الشهور هذه فضائل لها فضائل فهل ندعو الله عز وجل طبعا مدام ذات فضيلة ادعو الله عز وجل هل ورد دعاء محدد فيها في هناك بعض الأدعية وردت أنت لا تتقيد بهذه الأدعية لأن الدعاء بشكل عام ليس الدعاء هو تقليد الدعاء هو انكسار وتضرع إلى الله أنت شو بيطلع من قلبك أنت بحاجة ماذا شو عم تشعر نكسر إلى الله عز وجل بطريقتك خلي الدعاء يطلع من صمصوم قلبك مثل ما بيقولوا من أعماق النفس هذا هو الدعاء هذا هو الدعاء فهذا الدعاء خليه بالأيام الفضيلة طبعا طبعا في يوم الجمعة في يوم عرفة في أيام رجب في كذا أما اللي بيقول لك هذا بالدعاء وهذا هؤلاء جهلين لا تسمع لهم عندنا مثلا ليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث بينقضوها بيقولوا هاي أحاديث باطلة وكذا طيب ليش أنت شو ليش منزعج ممكن أعرف يعني مثلا يعني ليلة ورد فيها سلاسة أو أربعة أحاديث برتبة حسن وبرتبة ضعيف طيب شو المشكلة إذا أنا في هذه الليلة يعني ذكرت الله أكتر أكسرت من الزكر أكسرت من الدعاء وصليت ركعتين لله ليش منزعج أنت مثلا يعني ممكن أعرف شي غريب يعني شي غريب هي مسألة تدخلني بالسلفية اللي بده يراجع بتابي مغالطات السلفية أو يراجع مئات الكتب من العلماء يعني نقضت فكر هؤلاء المنحرف وجهلهم ذكرت وبيّنت جهلهم في الدين لا تسمع لي هؤلاء ففي شهر رجب خير إن شاء الله تعالى لكن ليس الخير في طلوع الشمس وغروبها الخير في كسرة ذكرك لله فيه يعني الخير مرتبط بأنت بذكرك لله فيه رمضان نفسه في أعظم من رمضان ما في أعظم من رمضان إذا إنسان ما صام برمضان ولا قام ولا صلى الفرائض حتى بعد يبيلك والله شهر رمضان شهر فطيل شهر منحوسين هذا صار أنت أكثر منحوس وين الفضيلة أما إذا صمت وقمت وذكرت الله عز وجل وتصدقت ودفعت صدقة الفطر وتوسعت على نفسك وعلى الناس وعلى أهلك وعيالك فيه خير وفيه بركة وفيه فضيلة فالفضيلة مقرونة بأعمالك أما إذا فضيلة حاف مجردة فضيلة فقط لطلوع الشمس وغروب الشمس لا لا لذلك أنت أي وقتنا أوقات قال في حبكم رمضاني رمضان عمري كله ما بين إحياء وطي يعني أنا حياتي كلها رمضان حياتي كلها شوفي برمضان صوم على طول صائم مثلا قيام ليل تهجد على طول من تهجد وقائم الليل إذن حياتي كلها رمضان يعني الفضيلة مرتبطة بإيش بطاعتك لله وتقربك إلى الله وتوجه قلبك إلى الله فشهر رجب ورد فيه الخير نحن نكسر فيه من الخير حتى يتلاقى الخيرا كذلك الأمر في شعبان في ليلة نصف من شعبان بعد فترة ستأتينا ليلة نصف من شعبان ثم سيأتينا رمضان انتبهنا أحبابنا هاي الفكرة يعني فما هل يقول لك بدعة وما بدعة هؤلاء يصدون الناس عن طاعة الله فقط لا تسمع منهم يعني لا يفقهون من الدين شيئا ولا يفقهون في أحكام الله شيئا ولا يعرفون اختلاف الفقاء ولا يعرفون باختلاف العلماء ولا يعرفون لا سلف ولا خلف ولا يعرفون شيء من الأخير يعني فقط بيرددون بعض الكلمات اللي بيقولها من يسمونهم مشايخون وهي كلمات مخالفة لأصول العلم مخالفة لتاريخ الإسلام مخالفة لكل فقهاء المسلمي هم المبتدعة والأسنى وليس كأمة الإسلامية هي المبتدعة مبتدع هو الشاز هم الشاز والسلام والأسنى وليس كأمة الإسلامية